اهلا وسهلا فيك جورج غانم يعني مهمتك صعبة اليوم قبل استقبال مش بصعب بين مهمتك ومهمة الحاكم جورج غانم يعني اليوم بنا نبلش انه الناس حكيوا حول وين وصلت ازمة صرفين يعني ازمة دولار عند الصرفين السعر المتداول بعض المحلات وصل اليوم لألف واربعمية للأسف الف واربعمية وهذا رقم ما بيطمن فينا نسألك من المسؤول عن وصول ازمة النقديا الى هنا المسؤولية مساء الخير اول شي بسئولية متشعبة بس الناس اخر شي وهذا حقه ويمكن المسؤولين كمان بيركزوا المسؤولية بجسدوها بشخص واحد اللي هو بتعاطى بالشأن العام المالي والنقدي ويلي بالواقع من 25 سنة ونص لليوم نرمت عليه كل هذه الاسقال وهو اخذ مهمات يمكن مش دوره ولا دور المصرف المركزي لهو حاليا مركزين كل الاتهامات والازم مجسدينها بحاكم مصرف لبنان لكن اذا بارح الدكتور غسان العياش اللي كان نايب حاكم بين التسعين واثنان وتسعين كتب مقال جريدة النهار فصل المسؤوليات وان كان بشكل لطيف ومهزب على طريقته فصل المسؤوليات بالحكومات طبعا بمجلس النواب مقال حمزة السلطة السياسية لا طبعا طبعا انه في مسؤوليات بالتدرج يلي شالت عن ظهرة كل هذه الاعباء ويلي هي رسمت بالمبدأ اخر شيء سنة 1993 وقبل خلينا نقول انه هاجس انهيار الثمانينات كان دايما عند كل المسؤولين اللبنانيين وحتى عند المواطنين انه دخيلك ما تنهار الليرة دخيلك ما تنهار وبالتالي هذا قرار شعبي ورسمي اتخذ انه لازموا لمصرف لبنان قبل رياض سلامي انه بدكن تهدوا سعر استقرار الصرف علما انه لما جرب الحاكم السابق ميشيل الخوري سنة 1992 يدافع وصل لوقت ما عاد يقدر يدافع وفلتت بـ 18 شباط 92 بيطلع بياني بينسحب من السوق ما عاد بقي عنده الا 300 مليون دولار طلع من السوق رياض سلامي ما حاول يطلع من السوق عمل لعبي نص نص خلى حد ادنى من السوق عم بيشتغل معه وبالتالي تأمين الضروريات وترك وهون ما بعرف هذا بينسأل عنه قديش حكيم كان قرار ترك انشاء سوق موازية لانه السوق الموازية اصبح مجال للمضاربة ولا تبيض العملة وإلى ما هنالك وصارت الناس حتى عم بتأثر بهذه الطريقة على وضعية المصارف لانه عم بياخدوا مصاري من المصارف عم ينزلوا وتجروا فيها بالسوق وبالتالي بتستنزف انت كل الموجودات عند المصارف لكن خلينا نرجع الحقيقة بشو متهم او ملام وعلى شو ملام رياض سلامي ملام رياض سلامي اللي كنا عم نحكي عنه بيه انا برأيي بنختصرهم بشغلتان بغض النظر عن كل اللي عمله بالخمسة وعشرين سنة الماضية ملام بشغلتان اولا استقرار سعر الصرف وقلنا انه هذا مسئولية وقرار حكومي رسمي وشعبي وملام بشي تاني بفتكر انه هو كان شوي مساير ومساوم مع الطبقة السياسية الكاملة ومع الحكومات المتعاقبة اللي كمان رميت عليه كل شيء وبلش هو يمارس السياسة الاقتصادية وسياسة دعم القروض وسياسة دعم القروض الاسكانية وكل هذا بقى اذا ما نجي بالاول حقيقة من ناحية استقلالية مصر في لبنان وهذا شي مطروح من زمان وحاولوا يفوتوا عليه السنة اصلا نعم هو هون هون المشكلة الاستقلالية بالسابق لما كان عم بيتلقم مع الطبقة السياسية وحاليا الاستقلالية لما الطبقة السياسية بيصير بخدمتها وهلأ عم بيتهم انه انت لا ما عم بتطبق او بتطبق وبالتالي اصبح الوضع على ما هو عليه خلينا يعني معلاش بديقتين ثلاثة نشرح هايدي القصة قانون النقد والتسليف اللي صادر سنة 63 بيحكي بشكل واضح عن استقلالية المصرف المركزي بشكل واضح تماما واستقلالية المصرف المركزي لما كتبوا جوزيف او جوريان صحيح انه هو يستند الى القانون الفرنسي والبلجيكي لكن هو كان استاذ الدكتور شاخت الالماني والالمان انا زاك كان المصرف المركزي الاوروبي الوحيد يلي بيحكي عن استقلالية مطلقة وعدم تأثره بالسياسات الرسمية الحكومية اما اجت معاهدة ماسترغت سنة 92 ويلي طبقت باول 94 اللي هي انشأت الاتحاد الاوروبي والعمل الموحدة والامان وليك شددت اكتر واكتر على استقلالية المصرف المركزي الشي اللي احنا كان يفترض بكل دولة بالعالم نعم لكن اذا بدي انا لا اذا شفت اليوم بامريكا الاستقلالية المصرف المركزي مهددة من دونالد ترامب يلي عم بيهددهم كل يوم انه لا بيكون تزيدوا او بتكون تنزلوا الفادي ايضا بتركيا اردوغان قطع فيها السلطة السياسية عنده دايما يعني هالة هذا الهاجس اذا بدي اخد انا تاريخيا الاستقلالية ما بدي احكي عن فليب تقلال اللي جير صلاحياته لأوغورليان اوغورليان بالبداية كان بالحد الادنى مقبول الى ان وقعت بانك انترا ازمت بانك انترا شالة عن ظهره وايجا يقول تحمل مسؤوليته لكن قال لا في مسؤولية سلطة سياسية رأى عند الرئيس حلو ودعيه لمجلس وزراء وصار اللي صار اليسر كيس كان يعني متناغم كحاكم بونك مركزي مع الرئيس حلو ما كان في مشكله وكان في بحبوح وازدهار على ايام الرئيس حلو والرئيس الفرنجي طبيعة الحال لما اجا ميشيل الخوري مع اليسر كيس بالاول ما كان في مشكلة لكن ميشيل الخوري سنة 83-84 لما شاف الانفاق وشاف كمان بداية الانهيارات وشاف كيف الدولة عم تدفع سلاح وغيره بعد مكاتيب لانه ما كان كمان يحب يواجه هاي بالمرحلة الاولى ادمون نعيم انفجر الوضع معه استضم اول شي بوزير المالية كميل شمعون استضم بالمصارف استضم بكل العالم وانتهت اخر شي بصدامه مع حكومة الرئيس اليسر الهراوي واخر شي اكل قتله وشيلوه من الوضع يعني استقلالية البنك المركزي دائما كانت هي محط اشكالية هل يدفع تمن اليوم رياد سلامي تمن هادي الاستقلالية نعم خليني اقول لك كمان لانه بديفوت على الموضوع التاني اللي هو انه يعني خدم هذي الطبقة السياسية انا شقفت الموضوع حكي عن هالشغلتان عم بحكي رياد سلامي اجا طبعا من ضمن منظومة كبيرة اسمها الحريرية يعني الرئيس الحريري جابه وكان عنده سياسته وكل الطبقة السياسية كانت ماشي بسياسة الرئيس الحريري على صعيد يعني الاستداني وتوسيعها علما انه كان بيقدر الحاكم يدعي وهاي يجرب يعملها ادمون عين كان بيقدر يدعي بالمواد 88 لل92 اللي بتقول اللي بتحذر المبدأ انه اطلاقا ما له حق المصرف المركزي يقرض يقرض الحكومي اللبناني الاي حكومي يقرضها مال الا بحالات استثنائية وقاهرة وانه ما في غيرها والماد 92 بتحدد شو هي الحالات وبتقول انه اذا ما بقى فيه اي شيء اخر ينعمل وبتحدد له ضوابط كاملة يعني فمن سنة 93 لليوم كل الحكومات وكل المجلس النيابية استخدمت هذه المواد يعني استخدمت هذه المواد برضى هذه الطبقة السياسية مجلس النيابي وحكومات هو ما كان عنده الامكانية الرفض انا برأيي كان عنده الامكانية ليش ما رفض وهون المشكل عنده مبرراته بتسأله اياها لكن ما بدنا نرجع نحكي عن الفيلم من وراه اذا احنا متذكروا انا ذكرتها مرة من 92 لليوم ولا سنة مرأت الا يكون فيه ازمة سياسية او ازمة عسكرية تجعل من مصر البيبنان انه يتدخل وينقذ مليئة الدولة انه يتدخل وانه يحاول هلأ وصلنا لمطرح وخصوصا بعد الـ 2016 خلينا اقول بعد الـ 2011 بس اكتر شي بعد الـ 2016 هون بينطرح سؤالان او ثلاث اسئلة هل كان على رياض سلامي انه يجي يقول انا بطلت بدي مول هذه الدولة اللبنانية لانه المصارف بلشت تنتنع وانا صارت امكانياتي محدودة وصرت اسير اللعبة هو عنده جواب انه في مليون ومئتين الف يعني ناس عم تستفيد من الدولة اللبنانية في 350 الف موظف الى ما هنالك وعسكر وغيره وعسكر ووي وسياسة تثبيت سعر الصرف الى ما هنالك كل هيدا بده يعمله انا بترك هيدا العملية واليوم سمير حمود بما قاله رئيس رابع المصارف بالنهار بيحكي انه هل كان مطلوب سقوط الهيكل كمان يمكن كان لازم يعني انقذ الهيكل من السقوط يوم انقذ الهيكل ويمكن هو عم بيدفع التمن او رح ييدفع التمن خليني يقول انه كان فيه من اول ما استلم رياض سلم اني قاش حول هذا الموضوع انه منترك نحن الامور تمشي ومنعمل سعر صرف عائم او منترك او منوقف ونبطل هاي هاي اول شي تاني شغلة بس لاش قبلت كلها الطبقة السياسية بكل مجالس نيابية بكل حكومات قبلت بهذا السياسة لتبعها هني طلبوها مش بس اولا ولا مسؤول ولا رئيس جمهورية ولا حكومة الا يقول دخيلك ما ينهار الليرة بعهدي صح اول شي اثنان انه كيف بننمول الدولة بتخلي الدولة تنهاره تسقط مين بياخد مسئولية ما بتندفع معاشات العسكر حتى عهد بشالعون ببدايته يعني من حسح انه فيتين بيتخبط اخر شي اضطروا انه يرجع ويجددوا لرياض سلامي لانه خوفا من سقوط الهيكل باول بداية عهد بشالعون هلأ هو بيدافع عن حال هلأ مش هم بطلب الدفاع انا عم بسأل سؤال انا عم بقول انه هذا اللي صار الشي التاني هي يؤخذ عليه مش بس بموضوعها هو تسبيت سعر الصرف وانه بيعتبروه انه سعر الصرف الليرة اليوم اعلى بكتير من قيمة هذه الليرة وبالتالي عم ندفع حق وهذا كلف كلف دولارات وكلف لكن كمان في هون مسئولية طيب سعر تسبيت سعر صرف الليرة قديش كلفته قديش كلفنا مقبيل عدم التسبيت كمان اللي حكي عنه سمير حمود اليوم هل كانت الدولة بتقدر تكفي تدفع معايشات بالشكل الحالي وما تزيد المعايشات على مدى 25 او 30 سنة الماضية الا 3 اربع مرات يعني الاستقرار الاجتماعي مين المهدد اليوم المهدد بعدين المليون و 200 الف مودع بالليرة اللبنانية شو كنت بتعمل فيه هلأ بتقلي انه ايه كان لازم تترك سعر السوق وما نوصل انه نهدد كل شيء الدولي والمصارف ومصر في لبنان تالت سؤال هل كان على مصر في لبنان او على رياض سلامي محل ما اثرت المصارف بطلت بدأت تكتب بالسنالية الخزينة اعتباره من 2017 يجي هو ياخد علاقات وتمويل هذه الدولة هل هاي مسؤوليته لحتى يصير عنده اليوم حجم الكتلة يلي مدين فيها الدولة باللبناني حوالي 54% من الدين وتقريبا 14% من الدين بالليرة وتقريبا 14% بالدولار هوني كمان هل كان هاي اللي عم نطرح نحنا بتأختم معك السيد جورج الأزمة النائدية نحنا ليست نتيجة هذا النظام السياسي الفاسد كله سوا يعني بلشها بمحال انت بلش بالبداية انه هذه الطبقة السياسية كلها سوا يعني هذا النظام السياسي اللي في عقوبات بدأت تجي على المصارف وعلى القطاع المصري في عندك نسحين في عندك أزمات فساد في عندك دولة واقعة بالديون في عندك كهرباء بدأت تتمولها كل سنة اليوم السياسة النقدية ثمن هذه الطبقة السياسية اللي هي عاسد فسادا بالبلد مضبوط بس كمان المشكل انه محملينه لرياض سلامي انه هو شريك هذه الطبقة ليش بد يكون شريك اذا هو اذا هو كان عم ينقذ هذا الموضوع صحيح انا بدي روح ابعد من هيك انا عم بقول مش بس أزمة نائد ولا أزمة مصارف فقط هي أزمة حكيت عن الأسبوع الماضي صح أزمة بلد ووطن فأد واقتصاد بكامله بمحيطه الإقليمي ووظائفه فأد دوره وفأد ميزاته التفاضلية وبالتالي لأزمة الاقتصادية قدت إلى أزمة مالية بمالية الدولة اضطرت مالية الدولة تدين مين بده يدين له صفة السياسة النقدية عم تعمل لهودي ثلاثة وهان مش مش بلدي يعني عم تعمل لك سياسة اسكانية وسياسة اقتصادية واذا بدي ايجي طبق الأمور بحزافيره بيطلع أنه رياض سلامي يعني ميرس إذا خليني يقول أنه تطبيق قانون نقد والتسليف بشكل استنسابي عم بيحكي من المواد 88 ل 92 لكن يمكن الضرورات القاهرة وإنقاذ البلد وكل هذه الأمور مأساته لرياض سلامي في النهاية أنه بعد 25 سنة من النجاحات بيعتبر بركي هو بينه وبين حاله عم بيشوف أنه المأسات أنه بخمسة أيام كل هذا الهيكل يلي مسؤولين عنه ومجموعة عوامل ومجموعة ناس عم بينهدم على الرأس الجميع وبتأمل وبعتقد عنده بالحد الأدنى من هلأ لكم شهر نحن عم نحكي هلأ إذا تشكلت حكومي مع الأسف لأنه نحن هاي الطبقة السياسية اللي عم تمارس كل اللي عم تمارسه اليوم لعرفت شو صار بعد 17-20 أول لعرفت شو صار بعد مقتل سليماني والحد الآن نحن ما بنعرف عم بتكتك الشباب فبالتالي كيف أنت بدك تحصر الاتهام والمسؤولية على شخص واحد بترمي عليه كل الاتهامات وبتجسد فيه كل الأزمة بالوقت اللي أنت عم تشوف بالسياسة تقديري وهلأ بتسأله إذا رياض سلامي عنده إمكانية بين زيادة الرسملة بين طبعا بعدم توزيع الأرباح للمصارف اللي هنه حوالها مليار ومص دولار بين تخفيض الفوائد اللي رح يعطيهم كتلة من حوالها 3-4 مليار دولار يلملم بالحد الأدنى بانتظار ما سيكون يعني بيعتقد بيكون أفضل هلأ بتقل لي في الكابيتال كونترول ليش معند ما بده أو ناني لاي عم بيعرض المصارف صحيح كل هذا بده بحث لكن هذا موضوع من ضمن أنا رأيي ضمن سلي كاملة إلا علاقة بالسياسة وبالاقتصاد وبالمالية العامة وإلا بيكون على الدنيا السلام بلد بدون حوكمة للأسف بدون حوكمة يعني تضطر إخر شي تلجأ لاتهم الحاكم جورج هانم شكرا لك